كنز مدفون وثروة اقتصادية تحتضنها صحراء الأنبار فبجانب النفط الذي يوجد بنحو 300 مليون برميل والغاز البالغ أكثر من 5 تريليونات قدم مكعب توجد ثروات معدنية عديدة فوفق مسح أجرته هيئة المسح الجيولوجي العراقية أكدت وجود مناجم ضخمة للمعادن منها اليورانيوم والمنغنيز والذهب والفضة والزئبق الأحمر والكبريت الحر وغيرها من المعادن عندما نتكلم عن صحراء الأنبار نتكلم عن خزين ستراتيجي اقتصادي يشكل ثلث اقتصاديات العراق من حيث المساحة أضافة ذلك من حيث قطاع الصناعة أضافة ذلك الآن سائل خزين استراتيجي من المياه ومن النفط ومن الغاز إذن محافظة الأنبار هي تشكل بركن اقتصادي وحيوي مهم بالنسبة لاقتصاديات العراق ويتركز في محافظة الأنبار تحديدا في صحراء جنوب غرب الرمادي معدن الحديد الذي يقدر الاحتياطي منه تحت الأرض بنحو ستين مليون طن فضلا عن الزجاج الموجود بنحو أربعمائة مليون متر مكعب ناهيك عن احتياطي الفوسفات البالغ أكثر من عشرة مليارات طن وهو يشكل ما نسبته تسعة بالمئة من إجمال الاحتياطي العالمي ما يجعل العراق الثاني عالميا في احتياطي الفوسفات بعد المغرب البلد يمتى ينهض والمواطن يمتى يحس بخيارات بلدة إذا المشاريع ما تركوا مدد دولة تشتغل بها ولم يبين عن حتى خطط مستقبلية لهذه المشاريع ما عدها الدولة مدد يحس المواطن يكون خطط مستقبلية أن هذه المشاريع ستنهض وتعمر البلد فوائد إيجابية ستأتي للمحافظة إذا ما استثمرت هذه المعادن حيث ستساعد في تحسين الخدمات واستمرار دوران عجلة الإعمار وخلق فرص عمل لتشغيل اليد العاملة ثروة طبيعية هائلة ما زالت مهملة تحت رمال صحراء الأنبار ولم ترى النور بعد فهل هناك من يستثمر هذه الثروة لتحسين الواقع الاقتصادي في المحافظة أم إنها ستبقى حبيسة تحت الأرض من الرمادي إدريس يحيى قناة الفلوجة